بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم النملة النشيطة وتدريبات إعداد المعلمة وفاء عمر عوفي بسم الله نبدأ النتاجات يتوقع من الطالب أن يجيب عن أسئلة تدريبات إجابات سليمة يكون من الكلمات المبعثة جملة مفيدة يحلي الكلمات لمقاطع وحروف التمهيد ماذا يتعلمنا في الحصة السابقة؟ لقد تعلمت في الحصة السابقة قراءة درس النملة النشيطة تفسير المعاني والمفردات تحليل بعض الكلمات تعلمنا ضد الكلمات الكلمة وضدها وبعض الأفكار التدريبات السؤال الأول أضع حرف الفاء مرة وحرف القاف مرة في الفراغ ثم ألفظ الكلمات الكلمة الأولى فائدة قائدة حفل حقل خلف خلق لاحظت أنه تغيير حرف واحد في الكلمة يغير معناها كلياً ونلاحظ أيضاً أن شكل الحرف يتغير في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في نهاية الكلمة، مثل هنا حرف الفاء وحرف القاف في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في نهاية 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 الكلمة، في ألاحظ أن الشدة هي عبارة عن حرفان الأول ساكن والثاني متحرك السؤال الثالث أقرأ الجملة قراءة معبرة شكرا لك يا عزيزتي نلاحظ هنا آدات النداء يا والمنادة عزيزتي هل لاحظت أسلوب النداء في الجملة السابقة؟ آدات النداء يا وعزيزتي المنادة أصل الكلمة بما يقاربها في المعنى ثم ألفظ السؤال الرابع خزنت دع فائدة خزنت دع فائدة منفعة ادخرت وجدت أترك ما معنى كلمة خزنت خزنت أي ادخرت أي ادخرت ما معنى دع دع بمعنى أترك ما معنى فائدة المعنى المقارب لإلها منفعة فائدة منفعة السؤال الخامس أصل الكلمة بضدها في المعنى جائعا جاء أعطت ذهب نزل شبعان أخذت جائعا ما ضدها بالكلمة شبعان جائعا ضدها بالكلمة شبعان جاء ما ضدها بالكلمة ذهب ما ضد كلمة أعطت أخذت أعطت أخذت أحلل الكلمات إلى مقاطع نذكر أيضا عند التحليل إلى مقاطع الحرف الساكن أي عليه سكون يأخذ الحرف الذي قبله يمسك بالحرف الذي قبله أما الحرف المتحرك لأنه حرف قوي يكون لوحده ويمكن تقطيع الكلمة صوتيا المطر أذكر هنا أن في التحليل إلى مقاطع وحروف يجب علينا أن نكتب الحركات أَلْ كَسَلُّوهُ أَلْ كَسَلُوهُ أَلْ عَمَلُوهُ نلاحظ هنا أن في جميع الكلمات الحرف الساكن كان مع الذي قبله مع الحرف الذي قبله وبالعادة أي كلمة تبدأ بأل يكون آ والإل مع بعضهم في التحليل إلى مقاطع أركب من المقاطع كلمات وأكتبها أتتبع السهم شِ شِ تَ أُن شِ تَ أُن شِ فَ أُن شِ فَأُن شِ رَ أُن شِرَأُن السؤال السابع جزء الثاني أركب من المقاطع كلمات وأكتبها أتتبع السهم طَ لَ بَ طَلَبَ غَ لَ بَ غَلَبَ قَ لَ بَ قَلَبَ السؤال الثامن أعيد ترتيب الكلمات لأكون منها جملتين مفيدتين ما يقصد بالجملتين مفيدتين أي جملة اسمية تبدأ باسم وجملة فعلية تبدأ بفعل لدي هنا كلمات مبعثرة المطر في فصل ينزل الشتاء أبدأ بالجملة الفعلية ينزل كتبنا الفعل في بداية الجملة ينزل المطر في فصل الشتاء أما في الجملة الأخرى أبدأ بالاسم لاحظنا أن كل كلمة تبدأ بألف ولام تعتبر اسم المطر ينزل في فصل الشتاء المطر ينزل في فصل الشتاء السؤال التاسع أملأ الفراغ على نمط المثال ثم أقرأ جمع جندب الطعامة هاي جملة فعلية بدأت بفعل بفعل ماضي فعل حدث بالماضي جمعت نملة الطعامة ما الفرق بين الجملتين؟ الفرق بين الجملتين أن هنا الفاعل مذكر وهنا الفاعل مؤنث هنا الفعل يدل على مذكر وهنا الفعل يدل على مؤنث جمعت لماذا؟ لأنها أضفنا تاء التأنيث الساكن لتأنيث الفعل لتأنيث الفعل هنا سوف نحول من فعل يدل على مذكر إلى فعل يدل على مؤنث يعني سوف أؤنث الفعل تناول وليد الفطورة تناولت سمر الفطورة لاحظت أني أضفت تاء التأنيث الساكن شرب أحمد الماء شربت حنان الماء لاحظت أني أضفت تاء التأنيث الساكن كتب أسامة الدرسة كتبت لبنى الدرسة كتبت أضف نتاء التأنيث الساكن للفعل لتأنيثه لتأنيثه هنا الإجابة النموذجية السؤال العاشر أملأ الفراغ من ما بين القوسين على نمط المثال ثم أقرأه أهلا وسهلا آسف مهلا من فضلك أقول شكرا عندما يساعدني شخص أقول له شكرا أقول من فضلك عندما أطلب شيئا عندما أطلب من زميلي شيء أريد استعارته أقول من فضلك أو لو سمحت لي أقول أهلا وسهلا عندما أستقبل الضيوف عندما يأتي ضيوف لي بالمنزل أقول أهلا وسهلا أرحب بالضيوف أقول آسف عندما أعتذر عندما أخطئ بحق أحد أقول له آسف أو لم أكن أقصد شكرا لكم لتفاعلكم أحبائي